تتوالى الأدلة على تورط المقاتلين الروس في المشاركة جنبا إلى جنب مع قوات حفتر في الاعتداء على العاصمة آخر الإثباتات على وجود الروس في مختلف ساحات القتال في ليبيا ما أوردته صحيفة الروسية عن مصرع 35 روسيا في ضربة جوية على مقر عمليات حفتر في منطقة جسر بنغشير شهر سبتمبر الماضي مؤكدة أن القتلى قدموا من إقليم كراسنودار بروسيا ومناطق سفيردلوفينس ومورمانس وأن أقارب الروس أكدوا أنهم فقدوا الاتصال بهم ولم يتلقوا أي رسائل رسمية من وزارة الدفاع أو الشركات العسكرية الخاصة تكشف مصيرهم وكانت وكالة بلومبرغ وصحيفة الديلي بيست الأمريكيتان قد كشفت في وقت سابق عن مشاركة أكثر من مئة مرتزق الروسي مرتبطين بشركة فانغر الأمنية الروسية يقاتلون في صحوف الأمامية لقوات حفتر وتضاف هذه التقارير الصحفية الأجنبية إلى تصريحة السراج في لقائه مع قناة فوكس نيوز الأمريكية بوجود مقاتلين روس في صحوف قوات حفتر لكن دون التأكد من صلتهم المباشرة بالجيش الروسي ما يعزز الاعتقاد بأنهم مرتزقة جيء بهم عن طريق شركات أمنية خاصة بعد العثور على بعض مقتنياتهم في جبهات القتال بينها هواتف تحمل صورا خاصة تكشف هوياتهم العسكرية وبغض النظر عن الأدلة الكثيرة على مشاركة المقاتلين الروس في الاعتداء على العاصمة وبنيتها التحتية المدنية وقتل الأبرياء في منازلهم وسواء كان هؤلاء المقاتلون جنودا نظاميين أو مرتزقة فإن اتساع دائرة القصف واستهدافه مواقع في قلب العاصمة في الآونات الأخيرة يشير بحسب خبراء عسكريين إلى دخول جهة أجنبية بقوة على خط المعارك إلى جانب حفتر والسياني إن اعترفت روسيا أو فرنسا أو الإمارات أو مصر بدعمها لحفتر أو أنكرت فتلك حقيقة كشفتها المعارك وغنائمها وأما الازدواجية في خطاب تلك الدول بين المعلن والخفي فذلك مما خبره الليبيون منذ دخول حفتر مسرح الصراع ولكن الأهم في هذه الأزمة هو حسن إدارتها واللعب على التناقضات الدولية ومطامعها الاقتصادية في الثروة الليبية سواء كان صديقا أو عدوة موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة